ربيع كريري على هاشتاق البرنامج يقول كيف جائزة حمد المنتشري ومدافع الوحيد هناك لاعب قطر عبد الكريم حسن فاز بنفس الجائزة وهو مدافع طيب أنا أعتذر عن هذه المعلومة لكن التاريخ دائما يحسبها أول لاعب أو أول مدافع يحقق هذه الجائزة كان حمد المنتشري زي كنفارو هو أول مدافع واللاعب مدافع الوحيد يحقق أفضل لاعب فيه كأس العالم فالتاريخ يعني كل ما تيجي تقول من المدافع أول واحد حمد المنتشري حالات الاستثنائية حالات الاستثنائية أبو محسن خلنا برجع لك على مباريات هذه الجولة من اللي كانت نتيجة مباراته لا تعكس واقعها الفني سواء انتصر أو خسر شوف والله كذا فريق يعني أنا إذا بأخذها يعني مبارات آخر مباراة كانت في الجولة كانت الأهلي والحزم نقول مبروك للأهلي استاهل المكسب لكن كان مكسب صعب صعب جدا خصوصا نشوط ثاني الحزم يعني كان قريب جدا من التعادل وكان بصراحة يستحق أنه يخرج بالتعادل برضو مبارات الهلال والتعاون يعني الهلال لسه ما ظهر أوكي ثلاثة انتصارات آخر ثلاثة مباريات يعني يعني بيعود بالنتيجة لكن لسه مو هذا شكل الهلال اللي جمهوره يعني ينشدوا منه يعني فلكن أصعب مباراة كانت صراحة الأهلي والحزم الأهلي ما ظهر فيها بالمظاهر الجيد يعني الشوط الأول صحيح الأهلي وأغلب مبارات الأهلي دائما الشوط الأول يكون متفوق يكون قريب من التسجيل ويسجل في بعض الأحيان لكن الشوط الثاني اختفاء تام خصوصا يعني العشرين دقيقة لخيرة دائما مبارات الأهلي اللي يلاحظوا اللي يركز الأهلي سيئ يكون فيها اشتركوا في القناة